الحقيقة الواحد دايما كده بيشعر بالفخر والاعتزاز لما بيشوفوا بيتعامل مع رموزوا أبطال شرفوا بلدهم ورافعوا رايتها زي أبطال حرب أكتوبر المجيدة قدي الواحد مبارح وهو موجود في الندوة التثقفية القوات المسلحة وبنشوفها رقم 40 حس بمدى التضحية بمدى العطاء اللي قدموا أبطالنا في حرب أكتوبر واللي بيأكدوا طبعا في كل مرة أن التضحيات دي كانت حجر الأساس لنهضة مصر واستقرارها الندوة ما كانتش بس لتكريم الأبطال والحديث عن الذكريات لكن كان الدرس مهم جدا في الوطنية وفي الإرادة وكمان كتحافز جديد للأجيال الجديدة عشان تعرف نصر أكتوبر وتفضل متمسكة كمان بروح أكتوبر على ذكر الأجيال الجديدة لفت نظري جدا مبارح الفنانة صهر الصيغ وهي معها مجموعة من طلبة المدارس الصغارين في السن اللي يمكن نقدر نقول أنهم جايبين معلوماتهم من جوجل المؤسف جدا في الموضوع أنهم متخيلين أو كانوا معتقدين أن الحرب أكتوبر انتهت بنا وبين العدو بالتعادل مش أن احنا انتصرنا وفوزنا في حرب أكتوبر وعلشان كده هي فعلا عماية حاجة حقيقة قد إيه كانت ظهرة جدا أنها خدتهم للمتحف الحربي وبتدت فعلا تعلمهم بإيه اللي حصل لأنه مش معقولة أبدا الأجيال الجديدة ما تبقاش عارفة النصر العظيمة ما تبقاش عارفة تاريخنا الواحد في الأوقات اللي زي دي بعد ما تفرج على الندوة التسقفية قد إيه كان حاسس أن بلدنا عظيمة وقد إيه كان حاسس أن تضحيات الأبطال كانت سبب أن احنا فعلا نعيش في سلام النهاردة أبطال أكتوبر هم اللي علمونا يعني إيه حب الوطن يعني إيه تضحية عشان الأرض والعرض كل جندي وكل قائد في حرب أكتوبر 73 كان بيحط روحه على كفه عشان يحافظ على كرامة مصر وشعبها والنهاردة وإحنا بنحتفل بالذكرى دي لازم نفضل دايما فاكرينهم ونحترم التضحيات اللي قدموها طبعا يعني الندوة مبارح كمان كانت أكتر من مجرد استعراض للتاريخ وكانت رسالة زي ما كانت منها بتقول للأجيال الجديدة كمان رسالة أننا تحقق في أكتوبر كان بفضل الإصرار والعزيمة مش بس من القوات المسلحة لكن من كل مصري كان واقف جنب جيشه وجنب بلده وزي ما منا كانت بتتكلم دلوقتي عن اللي حصل في الندوة مبارح من المدرسة اللي هي الفنانة صار صيغ وخدت الأطفال وراحوا المتحف الحربي دي دعوة على فكرة لكل أب وأم منهم ياخدوا ولادهم ويودهم المتحف الحربي عشان يتعرفوا أكتر على طبعا فيه جزء كبير في المتحف الحربي طبعا من بقايا الأسلحة اللي تم استخدامها بالفعل في حرب أكتوبر وفيها تاريخ حرب أكتوبر إيه اللي حصل في حرب أكتوبر طيلة أيام الحرب كل ده موجود في المتحف يمكن اللفت نظري كمان في الندوة اهتمام القيادة السياسية بإحياء الذكرى الخاصة بحرب أكتوبر وحرص القيادة السياسية على أنها تكرم الأبطال وأنها توصل رسالتهم للأجيال الجديدة دايما مصر قوية بابطالها وشعبها دايما نقدر نواجه التحديات زي ما عملنا في أكتوبر وأعتقد ده إحنا شايفينه وبننفزه بالفعل على أرض الواقع خلال الندوة أو في كلمة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقفية عبر عن فخره واعتزازه بما قدمه أبطال حرب أكتوبر من تضحيات عظيمة ورئيس أكد كمان أن النصر العظيم اللي اتحقق في 73 مش بس نصر عسكري لكن كان تأكيد على قوة وإرادة المصريين وقدرتهم على استعادة حقوقهم مهما كانت التحديات كمان شدد على أن الأجيال الجديدة لازم تفضل فاكرة دايما أن مصر لا تفرد أبدا في حقها وأن جيشها قادر أنه يحميها في كل وقت اللي حصل إحنا شفنا لمسة وفاء وتقدير بتقوم بيها الدولة وده شفناه من خلال التقدير والتكريم الكبير اللي تم الأبطال الحرب سواء القادة أو الجنود اللي شاركوا في صنع هذا النصر التاريخي وشاركوا في صنع التاريخ الرئيس بنفسه كان حريص على أنه يكرر مجموعة من الأبطال وأسر الشهداء في لفتا يمكن نقول أنها بتعبر عن امتنان الدولة وامتنان الشعب لتضحيتهم التكريمات دي كانت رسالة واضحة أن مصر ما بتنساش ولادها وأن كل جهد تعمل عشان البلد بيتقابل بالتقدير وبالاحترام سواء كان في الماضي أو في الحاضر وهو ده اللي احنا بنقوله مصر دايما قوية بولدها مصر دايما قوية بأبطالها من القوات المسلحة مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباحكم كل خير صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر